أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في علم الأحياء للصف الأول السنوي المفروض حلقتنا النهاردة بعنوان التمثيل الغذائي والأيد بس في ملحوظة صغيرة بس عايزة التترك ليها قبل ما أدخل في موضوع حلقتنا النهاردة عشان كده نكون انتهينا من الفصل ده بسلام نفتكر طيب مع بعض احنا خدنا ايه عشان نوصل للنقطة اللي انا عايزها احنا اتكلمنا عن المواد العدوية وعرفت ان اجسام الكائنات الحية فيها مركبات هنسميها مركبات عدوية وده بليمارات أجزاء أو جزيئات بيولوجية كبيرة وعرفت ان كل بوليمر له المونمر بتاعه اللي هو الوحدة البنائية بتاعته المونمر واخدنا كل مادة وعرفت ايه انواحها او ايه تقسمها او تصنفها في اجسام الكائنات الحية وإزاي بقدر أكشف عن كل مادة واللي أهم إن أنا كمان عرفت إيه هي أهميتها في حياة الكائنات الحية فعلى سبيل المثال المواد الكاربوهايدراتية أهميتها عندك إنها بتحصل بينها على الطاقة أو تخزين الطاقة نقطة ركز فيها فيه هخزن الطاقة على صورة ATB أو أخزن الكاربوهايدرات على شكل جيلايكوجين كلا هما صور تخزين بس فيه فرق أنت بتخزن كاربوهايدرات معقدة جيلايكوجين في الكبد والعضلات هل هتخزن الATB أو هتخزن الطاقة الناتجة من حرك هذه المادة أو من حرك المونيمرات أو الجلوكوز أو السكر أحادي لو طاقة يعني تمت الأكسيدة والإحتراق يبقى أنا بخزنها في مركبات اسمها الATB أدينوزين سلاسي الفوسات قلنا إنها مركبات ناقلة للطاقة عملة الطاقة خازنة للطاقة وطبعا أكيد بتدخل فيه تركيب الخلية وبالأخص الجدر الخلوين وانت أن على البيبي دات أو اللايبي دات وخدت نفس الكلام وعرفت إنها مهمة جدا برضو أولا الطاقة بتاعتها عالية جدا بل بالعكس ده يمكن الطاقة الناتجة من حركها أعلى من الطاقة الناتجة من حرك الكاربوهايدرات ولكن الجسم لا يرجع إليها إلا بعد تمام الانتهاء من الكاربوهايدرات بصورها التخزينية أيا كان الATB ولا جليكوجين دخل في بناء الخلايا وبالذات أغشية الخلايا تعمل كغطاء واقي تعمل كولاف عازل أو مادة عازلة اتكلمت عن بروتينات وقلت إنها بتفيدني ده دخل في كل حاجة في جسمي إنزيمات، هرمونات، الجسم، النمو، تعويض أنسجة تلفة، عزام، غضريف كل عبارة عن بروتينات مهمة جدا في حياتنا وختمنا الحلقة السابقة بالأحماض النووية اتكلمنا عن الDNA والRNA وده اللي أنا عايزة أرجع له تاني بإني في بعض الأسئلة جات لنا على مواقع التواصل مش قادريني ميز بين الDNA والRNA وبالذات في آخر نقطة في الفارق بينهم اللي هي إيه؟ ده بيستخدم في إيه؟ وده بيستخدم في إيه؟ كلهما بنقول ظهور الصفة طب إيه الفارق بينهم؟ هرجع تاني للمقارنة بسرعة لما أجي أقارن بين الDNA والRNA نوع السكر في الDNA سكر ديوكسي ريبوزي أي منقوس الأكسوجين نوع السكر في الRNA السكر ريبوزي أي فيه عنده زر الأكسوجين زيادة عن الموجودة في الDNA قلنا بعد كده طب القواعد بالنسبة للDNA عند الأدينين الأي الثيامين الت الجوانين الجي والسيتوزين السي طب الRNA نفس القصة بس هنشيل الثيامين حرف ت وحط مكانها اليو رصيل حرف اليو وقلنا إنها مهمة أو هو ده الفارق بين الاتنين هل هي فيها ثيامين ولا فيها يورا سيل الDNA شريط مزدوج يوجد داخل النواة الRNA شريط مفرد قد يوجد داخل النواة وقد يوجد خارجها إزاي؟ أصل هو بينسخ من الDNA ودي النقطة اللي احنا وقفنا عندها بينسخ من الDNA داخل النواة ثم يخرج من خلال سكوب الغشاء النواوي إلى السيتوبلازم ليتم تخليق البروتين يعني النقطة اللي عاملتنا مشكلة الوظيفة إيه؟ الDNA مسؤول عن نقل الصفات الوراسية من الأباء إلى الأبناء النقل بس اعتبرني الDNA ده الكتاب الكبير كتاب الطبخ الكبير اللي ملياني المعلومات الوراسية المسؤول عن كيفية تكوين أي بروتين في جسمك بروتين جلد، بروتين لحمة، بروتين شعر، عزام، انزيم، هرمون شفرة كل بروتين من ده شفرة البناء دي هتوجد داخل مين؟ الDNA الكتاب الكبير اللي فيه كل الشفارات أمال أرقى الDNA مجرد أن أنا لما حب مثلا هنسخ بروتين بتاع النمو أو بروتين تعود أنسجة تلفة أصل حصل جرحي في إيه دي وعايز أعود النسيج التالي ده إزاي أكون بروتين بنفس خصائص البروتين اللي كانت موجودة في جلدي هروح على كتاب الطبخ الكبير لإني ما قدرش هنقله بره ما قدرش يخرج بره النوال وده أنسخ منه صورة مش منه كله هنسخ الورقة أو بمعنى أصح هنسخ الشفرة اللي أنا هحتاجها عشان أبني بيها بروتين الجلد إذا أنا نسخت حتة منه بس الحتة اللي أنا نسختها دي المنطقة الشفرة اللي أنا نسختها دي هسميها لRNA دي بقى هتخرج فين؟ هتخرج للسيتوبلاز ليه؟ علشان إن شاء الله لما نيجي ليه؟ الباب التاني فيه عدية هتشاركها في إنها تقرأ الشفرة دي وانترجمها لبروتين إذن من المسؤول عن إظهار الصفة؟ من المسؤول عن تكوين البروتين؟ هي دي أنا أنا عايزاها تكوين البروتين الRNA ولما البروتين دي يتكون هتظهر الصفة لكن الRNA أو الDNA ما هو مسؤول برضو عن الإظهار لكن الفارق بينهم إيه؟ إن ده الكتاب اللي فيه الشفارات ده هينقل المادة الوراثية من الأباء للأبناء ولكن الRNA هو اللي خد الشفرة ترجمها وكون بها البروتين يبقى لازم أقول تخليك البروتين ثم إظهار الصفة الوراثية وطبعا دي كان نقطة لازم أجلها لأن كتير ناقشنا أو تناقشنا في النقطة دي على مواقع التواصل فكان لازم أرجع لها مرة تانية النهاردة موضوعنا عن إيه؟ التمثيل الغذائي طيب زي ما احنا متعودين تعالوا نشوف إيه هو التمثيل الغذائي ده علشان نمسكه حتة حتة ونبدأ نشرح فيه ما هو التمثيل الغذائي؟ التمثيل الغذائي بتتوقف حياة بعض الكائنات الحية على أن فيه بعض التفاعلات اللي يازم تدم على حدوث بعض التفاعلات اللي أنا هتلك علىها تفاعلات البايو كيميائية ودي بتتم في أجسام الكائنات الحية وهاربلك عليها الأيد تاني كده تتوقف حياة الكائن الحي على حدوث بعض التفاعلات البايو كيميائية في جسم الكائن الحي وهسميها عمليات الأيد أو ترجمتها التمثيل الغذائي وده عبارة عن مجموعة من التفاعلات البايو كيميائية هتحدث داخل الخلائي وبتشمل عمليتان متضادتان وهم البناء والهد طيب تعال معايا بق إحنا متفقين بنبدأ نفهم القصة عن إيه وبعدين نبدأ نشرحها حتة حتة وندي أمثل تتوقف حياة الكائن الحية على عمليات إيه دا أنا مش فاهم حاجة دلوقتي إنت لما فترت الصبح أكلت إيه أكلت صندويتش كاربوهايدرات الصندويتش دا كان فيه مثلا جبنة سي أو فول أي حاجة يعني بروتين وأكيد كان فيه نسبة زيت يعني ليبيدات إذن أنت تناولت في جسمك دلوقتي الثلاث مواد العدوية الكاربوهايدرات والليبيدات والبروتينات طيب وبعدين بس خلي بالك من النقطة الحاجات دي وصلت لك أو المركبات دي وصلت لك جزئات بيولوجية كبيرة كبوليمرات طيب وبعدين هل أنا أقدر أستخدمها أو أستفيد بيها وهي في صورة البوليمرات الكبيرة طبعا لا طب إيه الألية اللي بتحصل في جسم بديهة ربنا خلق لنا حاجة اسمها الجهاز الهضمي وأكيد درسته قبل كده في المراحل السابقة التعليمية بتاعتك وظيفة جهازك الهضم إيه إنه هو يعمل حاجة مهمة جدا هيحول البوليمرات إلى مونيمرات دي يبدأ يكسر عن طريق الإنزيمات طب خليني في الأول حتة يكسر دي عندي كاربوهايدرات لازم توصل لمنطقة في جهازك الهضمي بتسمى اللفئفي على صورة سكر أحادي وأشهرهم الجولوكوز طب ما نكلت اللايبيدات لازم توصل لللفئفي على صورة أحمد دهني طب ما نكلت بروتينات لازم توصل في صورة أحمد أميني إذن كهازك الهضمي وظيفته إيه إنه هو حول البوليمرات إلى مونيمرات لغد الوقتي تمام طب وبعد كده هيحصل إيه عايز استفيد منها بقى طب استفيد منها إزاي في اللفئفي في حاجات معينة مش مطالبين نقولها قوي دلوقتي لكن في أوعية دموية توجد في التوقات بتسمى أو ارتفاعاتها تسمى الخملات مسؤولة إنها طبعا فيها أوعية دموية تنقل الغذاء من الجهاز الهضمي إلى الجهاز الدوري يبقى أنا عندي دلوقتي أوعية دموية بص أنا ماشية معاك خطوة خطوة قلت حصل هضم وصلت مونيمر في أوعية دموية هتنقل الغذاء ده عشان ينتقل من جهازك الهضمي لجهازك الدوري تمام الدم حمله وأنا جيت للجزئي دي قبل كده لما كنا منتكلم عن القرب وهايدرات طب الدم حمله وبعدين طبعا في دورة دموية منيش مطالب بيها المهم إن الدم هيحمله ومش لوحده الدم مسؤول عن حمل الجزئات الغذائية دي ومسؤول عن حمل الغازات كمان وأنا محتاجة دلوقتي الأكسوجين يبدأ الدم يدور في الجسم علشان يعمل إيه أنا بحاول أبسط لك الموضوع عشان يوصل لكل خالية نصبها من المواد الغذائية والأكسوجين يبقى الغذاء والأكسوجين أراحوا فين دلوقتي ووصلوا جوه الخالية تمام الخالية هتعمل إيه هتعمل آيد هتعمل تمثيل غذائي هتمثل بالغذاء هتستفيد من الغذاء هتستخدم الغذاء إزاي على حسب نوع الغذاء بقى يأما هاخده أقصاره وحرقه عشان ينطج منه طاقة يأما هاخده أبنيه عشان يدخل فيه تكوين أنسجة تلفة يأما هاخده أبنيه عشان يتحول إلى دهون أو يبقى دهون تحت الجلد تعمل كعاز الحراري وهكذا مين العمل الكلام ده اللي عمل الكلام ده الخالية يبقى أنا وصلت النقطة مهمة قوي إن بتحصل عمليتان في داخل الخالية ويسمون العمليتان دول أو بسميهم الهد والبناء عمليتان متضادتان يعني إيه واحدة عكس التانية يفرق كتير لما أقولك اهدم للحطة دي أو أقولك ابني للحطة دي عايزة أفهم بقى إيه الفارق وإزاي بتتم وإيه الحاجات اللي لازم تتوفر في الخالية عشان يتم الكلام ده يبقى الخالية هتقوم بتمثيل الغذائي للمواد الغذائية اللي اتهدمت وامتصت هتعمل تمثيل إزاي يا إما هتهدم المادة دي يا إما هتبدأ تبنيها طيب خلينا واحدة واحدة هدم يعني إيه هدم هاخد حاجة زي سكر الجلوكوز وطبعا أشهر أنواع السكريات طب تعالا كده نحاول نعملها كأنها معادلة للفهم مش للحفظ أنا سكر الجلوكوز تركيبه كيمياء إيه آه ده تركيبه C6 H12 O6 هيتحد مع الأكسوجين ما أنا قلت أكسدة أو احتراق أو هكس الروابط خليك فاكر معايا أن الجلوكوز ده كان ست زرات ثلاثة أربعة خمسة ستة لو عملتها كسلسلة طيب لما تم الحر حصل إيه هيتكون معايا ثاني أكسيد الكربون وهيتكون معايا مية H2O ماشي لغاية كده ما فيش مشاكل ودول سهل اللي أنا أتخلص منهم عن طريق الزفير بس فيه حاجة مهمة قوي هتتكون وهي الإنرجي الطاقة هتنتج معايا إيه هي دي اللي أنا عايزة يبقى أنا عملت إيه أنا جبت جزيء كبير زي الجلوكوز هتقول لي استني المفروض الجلوكوز ده مونيمر مش جزيء كبير ما أنا بقارن بينه وبين أنا هحوله لإيه أنا جبت جزيء الجلوكوز اللي هو المونيمر بس يعتبر كبير بالنسبة لأن أنا هكسره ومع كل مرة بتكسر فيها الروابط اللي بين زرات الكربون بتنطلق طاقة يعني نقدر نقول المركبات العدوية الكبيرة لما بيحصل تكسير للروابط اللي بتكون الزرات بتنطلق طاقة زي ما تكون الطاقة دي كانت متخزنة بين الروابط دي والكلام مش جديد عليك لأن انت خدت تعريف التفاعل الكيميائي في الصف الثلس الإعدادي اللي كان بيقولك إيه كسر روابط بين زرات جزيئات المواد المتفاعلة فما ده لأنا أقوله زرات مواد متفاعلة هكسر الروابط ونتيجة تكسير الروابط لأن عندك كربون وعندك هيدروجين أكيد هيطلع لك سنة أكسيد الكربون أمار أنا بجيبه منين من التنفس وهيطلع مية بس أهم حاجة انطلقت الطاقة أنا كده عملت تفاعل هدم احتراق الجولوكوز أكسدت الجولوكوز كسر الروابط شفت أنا قلتها بكم طريقة كله بأشمل عملية الهدم أو كله بيدور حاولين معنا واحد وهو الهدم هقول أكسدت الجولوكوز أو المادة الغذائية أو احتراقها في وجود الأكسوجين أو كسر روابط لبين ذرات الجزئات لتنطلق الطاقة أدي أول حاجة يبقى أنا فهمت أن الهدم كان عندي جزئات كبيرة حولتها إلى جزئات أصغر وكان نتيجة ده أن انطلقت طاقة جميل طيب دي نقطة وما البناء هعمل إيه X ده أنا هيبقى عندي منمرات أنا عندي سكر جولوكوز زيادة في الجزم طيب ما تيجي نعمله بالمرة يعني البناء شبيه بالبلمرة أو هو هبدأ أعمله بالمرة هعمل اتحاد للمونيمرات الصغيرة لتكوين إيه بوليمر كبير هرجع أجيب الجولوكوز وأعمله بالمرة أحاوله الجليكوجين يخزن في الكاد والعضلات هرجع أجيب الدهون وأحاولها إلى أحماض دهنية تخزن تحت الجلد عازل حراري هرجع أجيب الأحماض الأمينية أعمل لها برملة ربطة بابتدية بين الأحماض الأمينية وتدخل في تكوين الجلد أو البروتين النمو الشعر الأزافر إنزيم هرمون أي حاجة من اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده يبقى أنت عملت بناء يبقى أنا عملت إيه جمعت المونيمرات لتكوين بوليمر كبير طيب أنا في الهدم قلت أن أنا بيانطلق طاقة طيب وفي البناء هيحصل عكس هستهلك طاقة هستهلك طاقة يبقى فيها عملتين عكس بعض في التعريف وفي الناتج عملية الهدم تحويل جزئات التعامل الكبيرة إلى صغيرة عن طريق ممكن أقول الأجسادة الاحتراك كسر الروابط وتنطلق طاقة طيب والبناء لا ده تجميع الأجزاء الصغيرة أو جزئات التعامل الصغيرة أو المونيمرات هعمل لها بالمرة ليتكون عنها جزئ كبير جزئ بوليمر كبير ودي هتستهلك طاقة يبقى واحدة نتجت عنها طاقة وواحدة استهلكت منها طاقة طيب تعال نرجع للجزئيات دي تاني عشان احنا تعودنا مع بعض ان احنا منكرأ الجزئية ونبدأ نفهمها مع بعض يبقى انت فهمت ان انت عندك عمليتين عملية هد وعملية بناء طيب مهمة في ايه عمليات الايد دي لا ده مهمة قوي ده هيساعدنا على نمو الجسم وتعويض الأنسجة التلفة تمام يبقى انا اكيد هنا بتكلم عن بروتينات مثلا على سبيل المثال ده بيساعدني على الحصول على الطاقة اكيد ما انا بحرقه عشان يتكون عندي طاقة عشان تنطلق الطاقة اللي انت هتستمدها او هتستخدمها في عملياتك الحيوية يبقى الهدم هو ايه تكسير الروابط الكيميائية بين زرات الجزئات الكبيرة لاستخلاص الطاقة الكيميائية المختزنة فيها زي ما بعمل ده في اكسات الجولوكوز طيب طيب والبناء استخدام الجزئات البسيطة عشان ابني مركبات او مواد اكسر تعقيدا هكون بوليمر كبير طبعا ده بيتم اكيدا عن طريق مجموعة تفاعلات اللي هتستهلك طاقة زي ايه لما بانيت البروتين تمام تعال بقى نوصل لحتة مهمة في حاجة اسمع طاقة التنشيط الحد القد من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي طيب تعال بقى معايا نفهم الاول قبل ما نقرأها عشان ما شتتكش اتفقنا ان انا عندي هد وعندي بناء الكلام ده بيحصل فين؟ جو الخليل طيب خلي بالك من حاجة التفاعلات دي سواء هدم او بناء مهمة جدا لاستمرار حياة الكائنات الحي ما انا من غير مآكل او من غير لو انا كالت الكاربوهايدرات دي ما حصلاش احتراك اجيب طاقة النين لازم يكون في طاقة يبقى لازم يتم الاحتراك يعني انا بقول على الفرد ما تمش احتراك المواد الغذائية ما تمتش عملية الهد الكائن ده ممكن تعرض حياته للخطر وهيموت لان ما عندوش طاقة يقوم بيها بوظائفه الحيوية شوف نفسك لو انت صايم وقبل ما تفتر بيكون عندك ايه بتحس ان طاقتك مفيش طاقتك زيرو محتاج طاقة عايز تعمل عمليات حرك طيب تخيل برضو لو انا كالت بروتين وما تمش التمثيل بي او ما تمش بنائه ما هيتحول لأحمد امني لو ما تمش البناء لو اتعورت ما فيش نسيك تالف هيبدأ يتعود معاك مش هعرف اكبر مش هعرف كل اللي حاجة في جسمي ووظائفها تتم لان الانزيم اللي بيهدم لك بروتين بيتكون بيخلق والهرمون اللي بينظم لك وظائفك الحيوية بروتين بيخلق اذا انا محتاجة يكون وصل لأكلي احمد امني فهم تأدي اهمية عمليات الايد اللي بتحصل فين جوه الخليل اذا ده عمليات مهمة جدا طيب هل في شروط لإتمام هذه العملية اه طبعا اغلب التفاعلات الكيميائية بتتم عند درجات حرارة معينة يعني المفترض ان عشان يتم عمليات الاحتراق اللي في الجسم دي المفروض ان الحرارة تكون فوق التمانين طب ده ما بيحصلش هو انا حرارة جسمي فوق التمانين او جوه الخلية حارتها فوق التمانين يعني لما يأكل ابقى بلعلي عودين كابريت بعد الاكل عشان اعرف يحصل الاحتراق مش ده المقصود خليتك لازم يكون فيها طاقة لازم يكون فيها حرارة عشان تبدأ التفاعلات الكيميائية بس التفاعل حرارته اعلى كتير قوي او الحرارة لازمة لاتنامه اعلى كتير قوي من حرارة الجسم حرارتي كام 37 درجة ما قوي انا عايزة التفاعل ده يتم عند التمانين اجيب الفارق ده منين وهل فعلا لازم عشان يبدأ التفاعل انا محتاجة حرارة اكيد تعال اديك مثال صغير انا عايزة النهاردة اشوي عشان تشوي بتعمل ايه هل ينفع اجيب الفحم بحالته دي الاسود ده وارصصه وحط عليه المادة اللي انت هتشويها وابدأ بقى اقول لها يا الله يا رب اشتوي ما ينفع طب بتعمل ايه بتاخد كتعة فحم وبتبدأ تعمل لها ارتفاع في درجة حارتها بتحطها على المتجاز بتولحها لغاية ما توصل لدرجة الاحمرار توهجة قوي قوي 3-4 وحدات كده ولما توصل لمرحلة التوهج دي بتبدأ تحطها وسط بتبدأ تحطها وسط الفحم بتاعك وتبدأ تعمله ايه تبدأ تعمله نوع من انواع الاحمرار دي ولما تحطها وسط الفحم تبدأ تهوي عليه ليه انت تدتها طاقة تنشيط الحد الادنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي يبقى انا عندي طاقة لازم تكون موجودة عشان التفاعل الكيميائي ده يبدأ اسمها طاقة التنشيط الفحم من غير محرقه على النار استحالة هيشوي لك حاجة مش هتنتج عنه طاقة انت بتديله الدفعة الاولى بمعنى انا لازم الاول اديله انا حرارة اي تفاعل هدمة او بناء هتديله الاول حرارة المفروض انه يستمدها من الخليم عشان يبدأ في التفاعلات بعد كده لما يبدأ سواء كان هدمة او بناء هتنتج عنه حرارة عالية جدا سهلا بس انا اديله الدفعة الاولى دي اديله الدفعة الاولى يبقى اي تفاعل طبعا انت لما رجعنا لعملية الشواء تاني انت بتبدأ تهاوي علشان تبعد ساني اكسيد الكربون لانه غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال وبتجدد عليه غاز الاكسوجين طول ما فيه اكسوجين طول ما التفاعل العمالي معاك مستمر خدت بلك ان انا حرقت المعادلة بتاعتي الجولوجوس في وجود الاكسوجين علشان يفضل مستمر معاك التفاعل ده يبقى انا وصلت من المثال ده نقطة حلوة او مهمة جدا اللي هي ايه 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 تفاعل كيميائي محتاج انه ياخد شوية حرارة علشان يبدأ التفاعل والحرارة دي اسمها طاقة التنشيط ما اسمها تنشيط اهي يبقى طاقة هتنشط التفاعل اديني انت بس البداية الحرارة الاولى وانا بعد كده هتديك حرارة كتير جدا 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 تقدر تشو به يبقى ما هي طاقة التنشيط الحد الابد من الطاقة اللازمة لبدء ما قلتش الانتهاء لا لبدء يبقى التفاعدة لن يتم الا في وجود طاقة التنشيط اتفاقنا على دي طيب اجيب الطاقة دي منين اذا كانت انا حرارتي 37 ولو كان خليتي الحرارة دي هتتاخد منها كان زماني بعد الاكل بساعة ولا اتنين لما يبدأ عمليات الاحتراق دي هحس ببرودة في جسمي نتيجة ان حرارتي بدأت تسحب عشان التفاعل انا مش بحس بدا ليه لان ربنا عمل حاجة مهمة او في جسمك ايه هي كون لك مادة اسمها الانزيمات واحنا جيبنا سرتها قبل كده الانزيم مواد بروتينية مادة باعتبرها عاملة زي العامل الحفاظ بالزبط في تجاربك في التفاعلات الكيميائية في اي معمل كيميائي غالبية التفاعلات لا تتم الا في وجود عامل حفاظ بيعمل ايه العامل الحفاظ ده بيزدلك من سرعة التفاعل ده اللي انا عايزاه وهضيف انا كمان نقطة ويقلل من طاقة التنشيط يبقى ما هو العامل حفاظ الطبيعي الحيوي العدوي اللي ربنا خلقه في اجسامنا الانزيمات يبقى انا وصلت الحاجة ان عشان اخفض من طاقة التنشيط انا محتاجة انزيم انا عارف ان الجوز ده صعب شوية ويمكن لما تجي تكرقه من الكتاب تحس ان هو مليان تلاصم بس احنا بنحاول ان احنا ايه نفتح المواضيع واعتقد وصلت لك بالمعنى اللي انا عايزاه يبقى انا كده خلاص عارفت ان التفاعلات دي هتحصل جوه الخلية ومحتاقة طاقة عشان تبدأ تبدأ التفاعلات دي وينطق عنها بعد كده طاقة وعشان الخلية هتقدرش تديك الطاقة دي التفاعل ده بيتم عن درجة حرار 80 وانت هتعمله عن درجة حرار 37 مع الاحد فاص بال37 مش غيمتصها يبقى اقدر اعمل المنظومة دي ازاي فوجود مين الانزيم يبقى العوامل الحفازة اللي هتزاود لك سرعة التفاعل وتقلل منطقة التنشيط ووصلت المعلومة تعالى نكمل بقية الجزء ده يبقى انا وصلت للانزيم ما هو الانزيم عوامل مساعدة حيوية عوامل مساعدة حيوية هتتكون من جزئات بروتينية جميع الانزيمات بروتينات خدها قاعدة معاك ولكن الهرمونات لا بعضها او غالب يتهى بروتيني والبعض بيكون دهون المهم انا همني الانزيمات مواد بروتينية تعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي في الخلية زيها زي العامل الحفاز بالزبط بدأنا بالتعريف بالكلمة عوامل مساعدة اي هتزاعدنا على زيادة سرعة التفاعل دون ان تتأثر لا هتتأثر لقبل ولا بعد التفاعل مجارد خلة الفترة الزمنية اقل واللي يهمني اكتر انها هتقللي من طاقة التنشيط مهم الانزيمات اكيد وضحت بقى اهميتها ايه اولا عملت زيادة في سرعة التفاعل الكيميائي اللي تم فيه خليط جسمك ثانيا تقلل من طاقة التنشيط يبقى خلي بالك الحترية مهمة جدا جدا زاويت التفاعل وقللت من طاقة التنشيط طيب طالما حاجة مهمة الانزيم ده ما نتعرف عليه اكتر بقى ايه خواص الانزيمات خواصها انها بتزاود لي التفاعل او سرعة التفاعل الكيميائي دون ان تتأثر ما احنا اتفقنا زي هزا العامل الحفازة زي ما دخلت زي ما خرجت تمام تقلل من طاقة التنشيط عايزك وانت بالذاكر تجيب اللي 2 دول و4 دايما بتزيد سرعة التفاعل وتقلل من طاقة التنشيط على طول و4 ثالث نقطة جديدة علي عالية التخصص عالية التخصص تتأثر في عملها بدرجة الحرارة والبي اتش او القس الهايدروجيني طيب تعالا نجيب اخر نقطتين ونتكلم عنهم ونفهمهم يعني ايه عالية التخصص ينفع يكون عندي مشكلة في عناية مثلا عايزة لبس نظارة واروح لدكتور بطنة لا هتقول لي ما ينفعش الدكتورة متخصصة طيب ما هي نفس القس والانزيمات متخصصة لكل انزيم مادة هدف يعمل عليها يعني ايه يعني لازه يطلح لحرك او ليه التفاعل او انه يتعامل مع القربوهايدريت ما ينفعش انه يتعامل مع البروتينات او مع الدهون لكل انزيم مادة هدف يعمل عليها وطبعا ده يمكن انت مش مطالب بيه قوي بس انا بحب افهمه ده بيرجع لشكل الانزيم وشكل المادة الهدف عارفين لعبة البازل بيحصل ايه بيكون البازل ده عبارة عن صور متقطعة البروزات اللي في احدى الكطع لان انت تتساوى مع الفجوات اللي في الكطع الاخرى عشان لما يدخلوا مع بعض يعمل لك صورة سليمة يحصل تعشيق مع بعض نفس فكرة القفل والمفتاح هو ينفع اي مفتاح يفتح اي قفل لان المفتاح فيه سنون بشكل معين هيدخل جوه القفل برضو محتاج تجاوف بنفس الشكل يبقى ده معنى الانزيم متخصص الذي يصلح لهضم القربوهاجرات لا يصلح لهضم البروتينات لا يصلح لهضم المواد الدهنية فهمت يعني ايه متخصصة الانزيمات متخصصة طيب النقطة التانية قال لي تتأثر في عملها بدرجة الحرارة والبي اتش خليني في الحرارة الحرارة دي مهمة او طبعا ده ناقلانك التفاعل بيتمي في حرارة معينة وانا عايزة يتمي في حرارة جسمي اللي هي 37 درجة مقوي زادت قلت يتأثر يعمل الانزيم وهرجع لها تاني بالامثلة مع بعض الرسومات او المنحنيات اللي هتوضح لك النقطة دي وكذلك البي اتش مهم قوي ان كل انزيم له بي اتش له قصة هيدروجيني بيعمل عنده هذا الانزيم بقى على كفاءة وقت كان وبرجوها ارجع لها مرة اخرى مع الامثلة لكن قبل ما ارجع لها عايزين حتة صغيرة العوامل التي تؤثر في سرعة عمل الانزيم بص العبارة قالت ايه سرعة عمل الانزيم سرعة معناه ايه الانزيم هيشتغل تمام بس هل فيه ممكن عوامل تخليه اكثر نشاطا او تقلله تصبته او تنشطه اه وهم درجة الحرارة هنرجع لها زي ما اتفقنا فيه درجة حرارة مصلة بيعمل عنده الانزيم بكفاءة زاد ال هينخفض او هيبدأ يقل سرعة الانزيم لغات ما نقف عنده نقطة معينة وهرجع لها وكذلك البي اتش لكل انزيم بي اتش مصلة بيعمل عنده زود لي تلات نقطة تركيز الانزيم تركيز المادة الهدف وثالث حاجة وجود مسبطات طيب عايز افهم الحتة ريه بس هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة تانية انتظرونا ورجعنا لكم مرة تانية بس قبل ما نكمل العمل اللي بتأثر في الحرارة نسمع عبد الرحمن من اينا معانا عبد الرحمن علي السلام عليكم وعليكم السلام يا عبد الرحمن اخبارك طيب من المادة معاك عاملة ايه اول سنة تدرس احياء فاكيد غريبة عليك شوية او لا لذيذة اه جميل الحمد لله يا عبد الرحمن عندك اسئلة نعم اتفضل عبد الرحمن انت معنا نعم طيب تفضل اقول سؤالك لو عندك سؤال ايا مما يأتي ليس من وظائف البروتينات ايا مما يأتي ليس ليس من وظائف البروتينات ليس من وظائف البروتينات تفضل واحد حفظ ونقل المعلومات الوراثية حفظ ونقل المعلومات الوراثية التحكم في معدل استفاع التحكم في معدل التفاعل معدل التفاعل تمام مقاومة الأمراض مقاومة الأمراض حركة المواد داخل وخارج الخلايا حركة المواد داخل وخارج الخلايا تمام بص يا عبد الرحمن خليك معي واحدة واحدة كده نحاول نفهم مع بعض السؤال انت بتقول اي من ما يلي ليس من وظائف البروتينات تمام تعالي بسك نقطة نقطة حفظه ونقل المعلومات الوراسية هل ده ينفع يكون من وظائف البروتينات اه عارف ليه طبعا هو ممكن ما يجيش على بلك هتقول لي لي بينقل الـDN اي صح اي طيب طب ما احنا خدنا برضو في البروتين ان البروتين ده لو اتحد مع الـDN بيكون لكروماتين صح والكروموسومة عبارة عن DN وبروتين يبقى دي تمشي معايش من وظائف البروتينات التحكم في معدل التفاعل الكيميائي من المسؤول عن التحكم في معدل التفاعل الانزيمات واحنا كوني لسه بنتكلم عنها والانزيمات لسه قدرين انها مواد بروتينية يبقى تنفع معاي مقاومة الامراض من المسؤول عن مقاومة الامراض قرات دم البيض مالهاج دعا بقى دي يبقى هي دي العبارة اللي احنا هنقول عليها هي دي طيب يبقى لي حركة المواد داخل وخارج الخلية يمكن الحتة ليسها بقى شوية بس لما نوصل للخلية ان شاء الله هتعرف ان على الغشاء البلازمي في حبيبات بروتين بروتينة هو هو اللي بتحكم في مرور المواد من وإلى الخلية تمام هتفهمها أكتر لما نوصل للخلية يبقى الاختيار بتاعنا ايه مقاومة الامراض لان دي حاجة خاصة بقرات الدم البيضاء ولا يدخل في تكوينها بروتين فهمتني يا عبد الرحمن تمام عندك أي أسئلة تانية لا شكرا طب تمام نورتني يا عبد الرحمن نبدأ نكمل بقية الأجزاء بتاعتنا كنا بنقول في عوامل بتؤثر في درجة نشاط الانزيم حرارة وبي اتش وقلنا ثلاث حاجات تانية اللي هي وجود مصبتات في المادة بتاعتي وكمية أو تركيز الانزيم وتركيز المادة الهدف يعني ايه عشان يفهمها ديك مثال صغير أو انا قمت الصبح مصدعة وقمت واخدها حبيت أي نوع من أنواع المسكنات مع شوية ماء والديت شافتني وأنا باخد الكلام قارتلي ايه ها أكيد كلنا مرينا وده في البيت ما تاخديش دوة على غيار ريق كل حاجة قبل ما تاخد الدوة أكيد كلنا تعربنا لده هي قالت كده ليه كلامها صح 100% قالت كده ليه لأن كده لما أنت خدت حبيت الدوة هيحصل ايه الانزيمات أو الملغزة ده أو نقطة الدوة دي حبيت الدوة دي داخلت جوه المعدة هتبدأ الانزيمات تنشط وتبدأ تفرز وطبعا الدوة ده حاجة بسيطة والانزيم أكيد له كميات معينة خلص على الدوة وهضمهلك بسرعة وما توقع منه يبدأ يأكل في جدار المعدة ومرة في مرة في مرة قالت أنا جدار المعدة ده لما نوصل لسنة تانية إن شاء الله هتعرف أن المعدة وجهاز الهضمي غالبيته مبطن بطبقة مخاطئة شرب الكحليات التدخين أخذ المواد الكيميائية دي على غيار ريق كل ده مع الوقت ومع الزمن يبدأ يعمل تآكل في الطبقة المخاطئة دي تصاب أنت بعد كده بقرحة المعدة إيه الهدف من المثال اللي أنا قلته ده كمية الغيزة اللي أنا هعتبر الحاجة اللي نزلت في معدتك اللي هي الدوة لا تتناسب مع كم الإنزيم فبدأ يكون لك في جدار المعدة نشوف معانا هناء من السويس وبعدين نكمل تانية جزئية بتاعتنا معانا هناء منال منال ماشي يا منال منال من السويس أهلا بك يا منال أهلا عندك أسئلة الأول تابنيني على الأحياء كمادة أخبار أخبار معاك الحمد لله مادة كويسة بحبها قوي الحمد لله كويس إن إحنا كويس إن إحنا قدرنا نحبيبك فيها بس يارتي يا منال توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من خلال التلفزيون آه عندك أسئلة يا منال آه هو سؤال إذا كانت الواجبة الغذائية لحظة عشان أكتب ورك إذا كانت الواجبة الغذائية الغذائية التي التي تناولتها بالأمس تناولتها بالأمس ما لي بيتيك عربي يا منال تناولتها بالأمس تفضلي تتكون تتكون مين مين 300 جرام أرز 300 جرام آه تمام أرز ها و300 جرام لحم و300 جرام لحم لحم أحمر ماشي و500 جرام سم و500 جرام سم ده أنت جيبت واقبة غزائية متوازنة و250 جرام عنق و250 جرام إيه عنق عنق آه ده أنت يعني كمان حتى حليتي كمّل يا منالة معاك فإن فإن أكبر قدر أكبر قدر قدر من الطاقة من الطاقة في الجرام في الجرام يكون في يكون في في الأرز الأرز الورقة خلص يا منال ها السم الأرز ولا السم ولا العنب ولا العنب ولا اللحم ولا اللحم تمام باشي ماشي يا منالة خليكي معاين أنت قلت أن أنا عندي وكبة غزائية 300 جرام رز و300 جرام لحمة و500 جرام سمنة و250 جرام عنق أنا عايز أكبر قدر من الطاقة في الجرام طبعاً طبعاً أنت هتشكي أن العنب و250 جرام يا قليل أكيد مش هبصل ده صح؟ أنا عندي طاقتي منال مش معانا بس هي أكيد سمعان هو عايز أكبر قدر من الطاقة في الجرام هتكون في مين؟ أولاً 300 جرام اللي انت أنا هشكي في حاكتين أنا عممكن يكون عندي الرز اللي هو الكاربوهايدرات وعندي السمنة سيبت من البروتين أو سيبت من اللحم هتشكي في الرز وهنشك في السمنة وهنشك في العنب لان الرز هيوصل للكربوهايدرات والسمنة ده دهون ومعايا العنب طبعا ده سكر جولوكوز اكبر قدر من الطاقة هتكون لك في العنب عارفة ليه لان العنب ده عبارة عن ايه العنب ده سكر وسكر كمان بسيط وبالتالي بيتم هضمه بسرعة سكر العنب فاكرا ما قلنا سكر العنب هو سكر الجولوكوز يعني هو خلاص مش هحتاج ان انا اقصر فيه وبالتالي هيحرج بسرعة في الخلايا يبقى اكتر طاقة هتجيلك في المتين وخمسين المتين وخمسين او في العنب ليه ما فكرتش في الدهون هقولك حاجة انا ممكن افكر برضو في الخمسونيجرام دهون تمام بس مين الاسرع الاسرع هيكون لك العنب يعني جسمك هيبدأ يحرق العنب الاول ثم يلجأ بعد ذلك الى حرق الدهون لان احنا اتفقنا عند الاحتراق بيتم الاول حرق الكربوهايدرات في الجسم وبعدين الاتب وبعدين الجليكوجين وبعد الكل ده ما يخلص يبدأ يحرق للدهون يبقى انا هاخد الاول الطاقة بتاعتي من العنب لانه هو سكر بسيط او سكر احادي لكن لو انا كنت جبت السمنة دي على صورة احمد دهنية خفيفة وهبدأ احرقها وهي صورة بيور كانت هيتجي الطاقة اعلى طبعا اكيد اكيد السمنة كانت ديني الطاقة اعلى بس انا لسه عمل لها هضم ولسه حولها الاحمد دهنية وبعدين مش هرجع لها غير لما ابدأ احرق الاول السكر او احرق الاول السكرات البسطة اللي معاي يبقى العنب نرجع ليه العوامل اللي بتؤثر في عمل الانزيم خلاص انا فهمت كده ان لازم يكون فيه تناسب بين كمية الانزيم وبين كمية المادة الهدف تمام هل ممكن يحصل عكس اه انت كانت واجب غذائية كبيرة جدا هل كمية الانزيم اللي هتفرز فيه جهازك بالهضم تكفي لهذاك كما من المواضيع الغذائية اكيد لا هتهدم اللي متعود عليه والباقي يعمل لك تلبك معوي واكيد برضو فيه مننا كل واجبات كتيرة وعمرت له مغاية صعوية التربك معوي يبقى برضو لازم يكون فيه تناسب بين درجة او كمية الانزيم وبين كمية المادة الايه وبين كمية المادة الهدف ايه وجود مصبتات عايزين نتعلم ان المواد اللي بتؤكل دون طهي المواد الخضراء التماطم والخيار وخلافه اللي ممكن تكليه دون طهي لازم يتغسل قويس قوي لان قد يكون فيه نوع من انواع المواد اللي رشوها او اي نوع من انواع المواد اللي في التربة اللي ممكن تصبت عمل الانزيم يعني ايه تصبته يعني بدل ما الانزيم يبقى ناشط يقوم بشغله فيه وقت زمني معين هيبدأ يبقى خامل او ما يشتغلش خالص دي بنسمعهم مصبتات التصبيت عكس التنشيط طيب تعالي نرجع لنقطة مهمة بقى اللي هي درجة الحرارة ما انا اخر بقى الموضوع هنركز على نقطتين الحرارة والبي اتش خلينا في الحرارة الانزيمات حساسة للتغيرات الحرارية الانزيمات حساسة للتغيرات الحرارية ليه؟ اصلها عبارة عن مواد بروتينية عبارة عن مواد بروتينية بتتأثر بدرجات الحرارة علشان كده لذلك يتحدد نشاط الانزيم في مدى ضيق من درجات الحرارة وهارجي اعتقل الجزئية دي بس بعد ما نرد على ياسين ياسين انت معنا ياسين اه ازايك ياسين اخبارك واخبار الاحياء طمام الله قليت الحمد لله عندك اسئلة اه طيب بس يا رد توطي برضو التلفزيون شوية ياسين وتسمعني من خلال التليفون اعلل تمام اتفضل اعلل معك اعلل كتابتها صدقني اعلل معظم الانزيمات تعمل عنده درجة سبعة واربعة من عشرة سو بي اتش معظم الانزيمات تعمل عنده درجة سبعة واربعة من عشرة البي اتش في سؤال تاني لا يعني هو ده السؤال بس يا ياسين طيب ليه الانزيمات بتعمل في درجة بي اتش سبعة واربعة من عشرة الانزيمات الانزيمات يا ياسين الانزيم عبارة عن مادة بروتينية والبروتين عبارة عن مجموعة حمدية مجموعة السي او او اتش مجموعة الكاربوكسي الحمدية ومجموعة قاعدية مجموعة الاني اتش تو مجموعة الامين القاعدية وجود الحمض الأميني بيحتوي على المجموعتين الوظفيتين دول بيخليه حساس أكتر لدرجة البي اتش لأن أنا دارس وعارف أن البي اتش ده بيحدد لي الوسط اللي معايا حمدي ولا قاعدي ولا متعادل طب ده أنت عندك الحمض الأميني مادة بروتينية فيها مجموعة حمدية وفيها مجموعة قاعدية يبقى لازم يتناسب درجة البي اتش مع عمل إنزيم هقوله ليه بقى الإجابة تاني لأن الإنزيمات مواد بروتينية تحتوي على مجموعتين مجموعة الكاربوكسيل الحمدية ومجموعة الأميني القاعدية ولسه هاجلها حالا دلوقتي وهقولك أن غالبية الإنزيمات تعمل في مدى من 7 و4 من 10 إلى 8 بي اتش عادة إنزيم واحد بس اسمه البيبسين وده بيعمل في المهنة على هضم البروتين يبقى مش لازم أقول المثال في الإجابة أنا كلها أقوله بس في إجابتي أن الإنزيمات مواد بروتينية هتحتوي على مجموعتين وظيفيتين مجموعة التكاربوكسيل الحمدية ومجموعة الأميني القاعدية فبالتالي بتتأثر باختلاف درجة البي اتش ياسين سمعني نرجع تاني لدرجة الحرارة كنا بنقول برضو نفس الموضوع ليه الإنزيم بتأثر بالحرارة؟ أصل هو مواد بروتينية فبيقدر يتأثر بدرجة الحرارة لأن البروتين بتأثر بالحرارة إزاي؟ في مثالها دولك بسيط وإحنا راجعين النهاردة من الشغل ماما جايبت معاها لحمة أو فراخ أي بروتين وخلاص وقامت جايبها لبروتين ده وغسله وحطه في الفريزر وجاد تاني يوم خدته وطلعته وطبخته هل المادة اللحمية دي أو اللحم ده تأثر؟ لا التجميد يعني انخفاض درجة الحرارة لا يؤثر في الإنزيم لا يؤثر في البروتين طب تعال بقى هات اللحمة أو الفرخة دي وحطها على النار وحرقها حول هل الفحمة الحرارة العالية قوي عملت إيه؟ قصرته طب رجع هلي تاني لحمة أو فراخ هينفع؟ هتقولي لأ ما انت حولتها الفحمة ده اللي أنا عايز أقوله أي مادة بروتينية وبالزات الإنزيم لو درجة حرارة بيعمل عندها بكفاءة اللي هي حرارة جسمك اللي هي 37 درجة مقوية من عندي عامل مساعد بقى؟ الإنزيم يعمل عند 37 درجة مقوية حرارتك لو قال لو زاد بيبدأ يقل كفاءة الإنزيم بس في نقطة لو قال الإنزيم عن 37 بيبدأ نشاطه وكفاءة تقل تضريدين إلى أن يتوقف وإذا رفعت الحرارة تاني هيعاود عمله مرة أخرى إذن التجميد إن خفاض الحرارة ما أثرتش فيه تركيب الإنزيم طيب إعكس الإنزيم ده لو أنا رفعت حرارته أوي أوي وصلتها 40-45-50 حصل إيه؟ تحول إلى إيه؟ أكاسيت كربون أكاسيت نتروجين وما بقاش بروتين خلاص فقط تركيبه فقط خواصه هل في الحالة دي ترفت رجاهولي تاني؟ لا يبقى ارتفاع الحرارة غير في التركيب الكيميائي للبروتين ده غير في شكله فبالتالي لا يعاود عمله مرة أخرى عند ارتفاع درجة الحرارة وجميع الإنزيمات تعمل عنده 37 درجة مقوية بس كل إنزيم له مدى بيتحرك فيه بمعنى إيه مدى؟ أول حرارة يبدأ عندها عمل إنزيم وآخر حرارة هيتوقف بعدها عمل إنزيم ده بقول عليه المدى المدى المسافة الحرارية ما بين حاجة هسميها الحد الأدنى للطاقة ونقطة هسميها الحد الأقصى للطاقة الحد الأدنى أقل لدرجة حرارة يبدأ عندها عمل إنزيم قبلها ما كانش بيشتغل طب الأقصى آخر درجة حرارة هيوقف بعدها عمل إنزيم بعدها مش هيشتغل هو ده المدى اللي أنا أقصده طب تعالى كده نبص على منحنة يمكن يوضح للصورة أكتر بص على المنحنة اللي معانا اللي بيوضح لي درجة حرارة أو درجة حرارة بتؤثر في كفاءة إنزيم معين درجة الحرارة اللي يعمل عندها الإنزيم بأقصى كفاءة وإتقاد هي 37 درجة مقوية بص معايا بقى على الرسمة أنا كتبت 3 درجات اللي أنا محتاجاها كتبت 10 37 50 10 بدأت عندها بص كده على المنحنة بدأ يعلى من عند العشرة بس أورب عليها هوت مش عارفة واضحة لك ولا لأ بس بدأ يشتغل عند العشرة يبقى ده الحد الأدنى لعمل إنزيم بص عند 37 آه ده وصل لكمة المنحنة يبقى ده الحد الإيه؟ مش الأعلى لا ده أعلى أو أفضل حرارة يعمل عندها الإنزيم بكفاءة هسماء درجة الحرارة المصلة طب تعالى بص على الخمسين الرقم الأخير ده وقف عندها عمل إنزيم يبقى ده درجة الحرارة القصوى يبقى أنا جايبة معايا في المنحنة ده إنزيم بدأ عند عشرة وانتهى عند خمسين بس كان على كفاءة عالية قوي قوي عند 37 دي درجة الحرارة المصلة هات مني بقى أو هات منها أرقام برضو ده هيتبقى لنفس القصة إنزيمة ها بس الإنزيم ده بدأ عند خمسة شكل المنحنة مختلف شوية بس الهدف واحد برضو عند 37 كان أعلى كفاءة وإتقان طب تعالى عند الخمسة وخمسين وقف طب تقدر تطلع لي منها درجة الحرارة المصلة آه 37 درجة مقوي طب الدنيا بص على المنحنة بدأ عند الخمسة يبقى دي الدنيا أقل حرارة يبدأ عندها عمل إنزيم بص على القصة 55 الحرارة اللي توقف بعدها عمل الإنزيم طب المدى ما بين الخمسة وما بين الخمسة وخمسين يبقى أنا في همت لو جاب لي أي منحنة أقدر أعرف حرارة المصلة كام أعلى ارتفاع كان عند كام أعلى نشاط للإنزيم كان عند كام بدأ أعمله عند كام يبقى ده الدنيا ونهى عند كام دي الكسوة والغالبية بتعمل في 37 درجة مقوي تعال بقى نقدر نطلع منها تعريفات ما هي درجة الحرارة الدنيا الحرارة اللي بيكون عندها الإنزيم أقل نشاط ده بعدها لا يقف دي أقل نشاط هي الحرارة الدنيا طيب لكل إنزيم درجة حرارة مسلة اتفقنا 37 بيكون عندها أقصر نشاط أو طبعا الغالبية بيكونوا 37 حتى نكون كلامنا أدك بيكون عندها أقصر نشاط هيقل النشاط التدريجي كلما أول نقطة ارتفعت ركز معايا احنا قلناها في الشرح دلوقتي درجة الحرارة لو ارتفعت الحرارة عن الدرجة المسلة أي أن تصل للدرجة الحرارة يتوقف عندها نشاط الإنزيم تماما وبعدين ولا يعود لنشاطه ليه على الليل بسبب التغير في التركيب الطبيعي للإنزيم ما قص أنت حولت بسبب الحرارة المرتفعة دي حولت الفرخة دي إلى فحمة إلى سنة أكسيد كربونو وكسيد نتروجين أرجحها تاني إزاي يبقى أنا فهمت أن لو ارتفعت الحرارة عن الدرجة المسلة هتقل كفاة الإنزيم تدريجي لغاية ما أجي عنده نقطة معينة ويبدأ إيه يتوقف ولن يعاود نشاطه مرة أخرى ليه لأن التركيب الطبيعي للإنزيم اختلف طي لسه في نقطة تانية لكل إنزيم درجة حرارة مسلة متفقين هيكون عندها أكثر نشاطا مفيش جديد بس ويا كل نشاط الإنزيم برضو تدريجي كلما انخفضت يبقى الهدف واحد ارتفعت انخفضت قلت معاك نشاط الإنزيم لو انخفضت عن الحرارة المسلة طبعا إلا أن تصل لحرارة دنيا اتفقنا عندها أقل نشاط الإنزيم بعدها يقف ويتوقف النشاط عنده الصفر يبقى عنده الصفر وقف نشاطه ولكنه هيعود لنشاطه مرة أخرى عند رفع الحرارة يبقى الفارق إيه؟ الفارق انت لما خفضت الحرارة توقف وقدر يرجع لعمله مرة تانية لو انت ادت الحرارة اللي هو محتاجها لكن إذا ارتفعت الحرارة هتوقف برضو بس لن يعاود عمله مرة أخرى ليه؟ لاختلاف التركيب الطبيعي للإنزيم هنيجي لآخر نقطة معنا اللي هي القص الهيدروجيني ما هو القص الهيدروجيني؟ القياس الذي يحدد تركيز آيون الهيدروجين في المحليل المائية أكيد كلكم درستوها عشان يحدد لي ما إذا كان هذا الحمض أو هذه المجبة أو المحلول حمدي أم قاعدي أم متعادل هفكرك برسمة خدتوها في درجة البي إتش لو عملت كده وحتطلق في النص سبعة ونزلت كده وقتلك صف وطلعت كده وقتلك أربعة عشر فاكرين الرسمة دي طبعا عند السبعة ده متعادل الأملاح المية اللي قال من السبعة لغاية الصف هنا هقوله تزداد الحامضية طب لو طلع لغاية الأربعة عشر تزداد القلوية طبعا أكيد درسناها في الكيميا ومهمة معايا يبقى السبعة متعادل لو أنا جبت مقياس البي إتش ودى لي رقم سبعة عرفت المحلول اللي في إيدي ده متعادل لكن لو ادك أي رقم أقل من السبعة هقدر أعرف أن الرقم ده أو المحلول ده حمدي مثلا لو قال لك ستة لو قال لي خمسة آه حمدي بس لو قال لي واحد أو اتنين أكثر حمدية كلا هما حمدي بس كلها بنزل بالسهم التحت بتزداد الحامضية يعني واحد واثنين أكثر حمدية من الستة طيب طب هنا لا العكس كلما طلعت بالرقم لفوق بتزداد القلوية أو القاعدية تزداد القاعدية يعني أعلى المحلية القاعدية 14 هتلاقي هنا عندك الـ NaOH هيدروكسيزو السوديوم والـ KOH اللي هي البطاسة الكوية هنا هتلاقي طبعا حمد الكابرتيك يبقى أنا فهمت إن أنا عندي سبعة متعادل أقل حامدي وكل ما نزل الرقم لتحت بتزداد الحامضية وكل ما طلع الرقم لفوق بعد السبعة بتزداد القاعدية أو القلوي وعرفت إن الـ BH ده مكياس بيحدد لي تركيز أيون الهيدروجين في المحلي أقدر أعرف منه إذا كان هذا المحلول حامدي ولا المحلول ده قاعد هنقول نفس النقطة لو فهمت الحرارة هتفهم الـ BH بمعنى لكل إنزيم BH يعمل عندها الإنزيم بأعلى كفاءة وإتقان هسميها درجة الـ BH المسلة نفس الكلام درجة الـ BH التي يعمل عندها هذا الإنزيم بأعلى كفاءة وإتقان المسلة قلت عن كده مش هقولك بقى دون يوكوس وهنا قلت عن كده أو اختلفت هيقل نشاط الإنزيم ده ويقف هيتوقف عمل الإنزيم وأنا هركز على إنزيمين اتنين مهمين قوي قوي إن أنا أحفظ أسماءهم والـ BH اللي بيعمل عندها هذا الإنزيم اللي هم إيه فيه إنزيم اسمه البيبسين وفيه إنزيم اسمه التريبسين وعلى فكرة كلاهما بيشيرك في حاجة كلاهما يعمل على البروتينات بيحاول البروتين إلى سلاسل عديد البيبطايد لكن مختلفين عن بعض في حاجة في المكان وفي درجة الـ BH أكيد لأن درجة الـ BH سبتة في كل مكان في جهازك الهضمي غالبية جهازك الهضمي درجة الـ BH تتراوح من 7 و4 من 10 لـ 8 كله بيلعب في الرنج ده يعني قلوي وضعيف إلا المعدة المعدة الوحيدة اللي هتلاقي الـ BH فيها حامدية بتكون درجة الـ BH فيها 1.5 لـ 2.5 تتراوح ما بين 1.5 و2.5 يعني حامدي حامدي كمان حامدي قوي كمان مش حامدي وبس لو عايز تعرف لي ما إحناش مطالبين بيها بس لأن من ضمن إنزيمات العصارة المعادية عندي حامد الـ BH في ال يبقى أنا فهمت إن أنا عندي BH بيعمل عندها الإنزيم بكفاءة البيبسين عند البيبسين عند 1.5 لـ 2.5 والتليبسين عندها 7.4 من 10 وزي ما سأل ياسين دلوقتي وجاوبنا عليه ليه الإنزيم بيتأثر بدرجة الـ BH لأنها مواد بروتينية تتكون من مواد أو أحماض كاربوكسلية COOH وعندي كمان القاعدة النتروجينية الـ NH2 عندها مجموعتين وظيفيتين وبكده نكون انتهينا من الفصل ده وإن شاء الله الحلقة القادمة الكل أجمع إن إحنا عايزين نعمل حلقة مراجعة هنعمل حلقة مراجعة تشمل أسئلة تشمل الباب كله إن شاء الله الحلقة القادمة عشان نبتدي فيه الباب التاني قبضينا معاك وقت جميل يا رب نكون استمتعنا بالحلقة بتاعتنا النهاردة على وعد بلقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته